أول حاجة عايزة أسألك عليها هي بما نحن نتكلم عن رمضان فخلينا نرجع شوية لرمضان زمان ايه اللي انت شايفه كناقة فني المتغير في الدراما بتاعة رمضان بتاعة زمان وكمان دلوقتي والله حاليا ما فيش تغير كبير لان احنا رجعنا تقريبا لنفس الشكل اللي كانت عليه المسلسلات في الفترة المبكرة من انتشار التلفزيون في مصر عدد الحلقات ما كانش بيتخطى التلاتاشر حلقة والخمستاشر حلقة على اقصى تقدير فاعتقد ان ده يعني رجوعنا لفكرة ان احنا نعمل مسلسلات عشر حلقات وخمستاشر حلقة كحدة اقصى ده حاجة اعتقد ان هي بتؤدي الى حيوية شديدة جدا في المسلسلات وفي اختيارها وفي اختيار موضوعاتها في التناول ولكن بيفضل مرتبط مع رمضان بسبب التسويق والاعلان المسلسل اللي مدته تلاتين حلقة لان ده بيبقى فيه ارتباط بالنجم ارتباط بمعاد عرض المسلسل وبالتالي ده له مردود اقتصادي له مردود عائد مادي يعني فاعتقد ان الشكل ده مفروض بقوة الاعلان بقوة الفلوس لان هي بتساهم جزء اساسي في الصناعة عشان كده لو هنتكلم على ابرز الاختلافات ما بين رمضان زمان ورمضان دلوقتي هقول ان هو المنصات لان المنصات بتاخد الاشتراك مقدما من الجمهور او المشتركين فمقابل ان يتعرض لهم مسلسلات نقدر نقول ان هي لها طبع خاص او لها شكل خاص وبالتالي بنبقى متحررين شوية من فكرة الاعلان او فكرة الدعم الصناعة ماديا بوسائل خارجية يعني فاعتقد العنصر الرئيسي اللي ممكن يكون مختلف او يكون هو الكي بلير يعني في رمضان هو المنصات اوكي وده بيختلف الدراما زي زي ما قلت حضرتك هي فكرة ان هو ممكن نفتقد تماما او نبعد تماما عن شكل المسلسل اللي هو 30 حلقة ونستغنى عن فكرة الاعلان خاصة ان الاعلان نقدر نقول ان هو بيسبب الضيق للبعض يعني حتى هذه اللحظة بيبقى عدد الاعلانات نقدر نقول ان هو كبير جدا خلال عرض المسلسل وبالتالي ده بيسبب نفور بعض الجمهور فالمنصات بتكون وسيلة امنة ان انت تتفرج على المسلسل في الوقت اللي ينسبك بدون اعلانات بدون فواصل فده ممكن يقضي على شكل 30 حلقة باعتبار ان هو الشكل الامسل للتسويق خلال الموسم الاكبر وهو رمضان